ناقشا وكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور نجيب الشعبي مع رئيس الفريق الوطني للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور ياسر باعزب مشروع تدابير لقائية لتعزيز القدرة على الصمود الذي تنفذه الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابع للجامعة الدول العربية للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الممول من حكومة اليابان وخلال لقاء استمع الشعبي إلى شرح عن أهداف وأهمية المشروع في إيجاد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث واكد أن أهمية المشروع في اتخاذ التدابير الوقائية لتعزيز إجراءات الحد من مخاطر الكوارث من جانبه أوضح باعزب بأن المشروع يسعى إلى تحسين الحوكمة وفهم المخاطر والقدرة المؤسسية للتصدي لمخاطر الكوارث على المستوى الوطني اشتركوا في القناة